السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حنواصل اليوم بقية الشبط الرقم 6 الشبط الرقم 6 هذا اللي هو عنوان الفريكشن اللي هو الاحتكاك طيب المحاضرة هذه اللي هي المحاضرة الرقم 3 حنشوف فيها يعني مثال بسيط بنشرح به قانون الفريكشن طيب أول شي حنبدأ بتقديم يعني المحتوى متاع التمرين هذا طيب يعطيك بلوك هذا هو الحين في حالة اتزان عاوزين نعرف قيمة القوة متاعة الاحتكاك لما يكون الزاوية هذه هي زاوية الانحناء اللي هي 25 درجة والقوة البي لهذه هتكون قيمتها 750 نيوتن يعني الهدف أنا نجيب قيمة قوة الاحتكاك الاف مع الجسم هذا أول شي بنشرح القوة الموجودة أول قوة اللي هي قيمتها بي وهي معطة طبعا 750 نيوتن القوة هذه اللي هي 1.2 كيلو نيوتن منحولها تصبح 1200 كيلو نيوتن طبعا القوة الثانية اللي هي النورمال اللي هي مجهولة نفس الشي اللي هي القوة الف اللي هي قوة الاحتكاك طيب لكن حسب المعتى هنعتبر أن الجسم هذا في حالة يعني اتزان بيبقى أنه في حالة اتزان نقدر نستعمل السيجما اف اكس طبعا هذا هو المحور اكس وهذا المحور واي يعني جميع القوة الموجودة على المحور اكس اللي هي القوة اف لازم ننزل القوة هذه يعني هذا هو المحور اكس لما ننزلها يعني هذه الزاوية 25 هي نفسها الزاوية هذه 25 نفس الشي هذا المحور واي وهذا المحور اكس يعني حتكون هي نفسها الزاوية هذه 25 يعني حتكون هي نفسها الزاوية هذه يعني هذه قيمة الكمبونت على المحور X اللي هي قيمتها شو متبثل مقابل الزاوية يعني حتكون 1200 في 25 لكن بمنع عكس أو مع القيمة مع المحور X بتكون plus بالنسبة لهذه حتكون يعني الكمبونت هذه اللي هي تكون مجاور يعني حتكون 750 في cos 25 لكن شايفين عكس أو مع عكس المحور X اللي أنا في الاتجاه هذا يعني المحور X في الاتجاه هذا يعني بتكون minus طيب هنجمع القوة هذه أول قوة اللي هي الـ F نفس الاتجاه مع الـ X بتكون plus مع 1200 في السين 25 ناقص 750 في القصين 25 ناقص 750 في القصين 25 نوسى وسفر طيب المجهول الوحيد اللي هو الـ F على طول بنجيب قيمة الـ F اللي هي 172.6 نيوتن لكن الحين احنا اعتبرنا السيومي كليبرم يعني اعتبرنا أنه في حالة اتزان لكن لازم نشوفها لأنه في حالة اتزان أم لا طيب هنستعمل حين نفس القانون لكن القانون على المحور Y sigma F يعني القوة الموجودة على المحور Y اللي هي النورمال أن القوة هذه لما ننزلها على المحور هذا اللي هو نفسها الزاوية يعني ستصبح في الماينس يعني ستصبح هذه 25 يعني ستصبح ماينس 1200 في كصين 25 بالنسبة للقوة هذه بما أن هذه الزاوية 25 يعني هي نفسها هذه 25 لما ننزلها بتكون بالماينس ماينس كم ماينس 750 لكن في الصين 25 يعني لو نكتب القانون النورمال نفس الاتجاه بتكون بلاس القوة هذه نتعلها في 20 كصين 25 في الماينس والقوة الثانية اللي نفس الشي ماينس 750 في الصين 25 يعني المجهول الوحيد في المعادلة هذه اللي هو النورمال على طول النورمال اللي بتيجي قيمتها 1404.5 نيوتن إذا كان عارفين النورمال على طول نقدر نجيب الماكسيموم فريكشن فورس اللي هي الأف أم اللي هي تشاهر ميو أس في النورمال طبعا الآن معلومة والميو أس هي معطى موجودة في أول التمرين بنعوذها لـ 035 بنحصل قيمة الأف أم طيب الأف أم قيمتها 491 لكن باللاحظ أنها قيمة الآف اللي حصلناها منذ حين هي أقل من الأف أم يعني على طول بتكون الفور الفريكشن بتاعت الفور هذه لقيمة القوة متاحها 170 نيوتر طيب نفرض لو حصلنا الأف أم هذه لو حصلناها مثلا أكبر من الأف وحصلناها أكبر من الأف بنقول أنه الجسم ما هو في حالة التزان هو في حالة حركة ولكن لازم يعني نحسب الفريكشن بالميو كي يعني لكن هنا حسبناها بالميو أس لأنها أقل من الأف أم يعني القوة متاح لحتكاء قيمتها هي 172.6 نيوتر طيب نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله بمحاضرة قادمة شكرا